السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا لباز فيديو اليوم كما عرفتم من خلال عنوان رح يكون على كيف تختارين النظارة المناسبة لك يعني لما نروح ونشروا النظارة وشنه هي الأسس اللي نعتمد فيها لإيجاد النظارة المناسبة لنا وفي نفس الفيديو جبت لكم مجموعة من النظارات على سبيل خلينا نقولوا المثال على سبيل حصر هكذاك باش نعملوا اختبار لمعلوماتنا وكل وحدة فينا تقدر تعرف النظارة المناسبة لها كما لابلنا كامل أنو النظارات الشمسية ما بقاتش مجرد أكسسوار إذا كنت من النوع اللي تستغني عليها في باقي فصول السنة في فصل الصيف تعتبر ضرورة مريحة وتعتبر من أساسية الصيف يعني كما نحمو بشرتنا من أشعة الشمس بواقي الشمس لازم علينا نحمو أعيننا من الشمس بالنظارات الشمسية والمشكلة أنو اختيارها صعب لما تقري تخرجي في رحلة البحث عن النظارة المناسبة لك تقدري تكوني واحد من هذو الناس الناس اللي تروح للمحل وتبقى تقيس 2 نظارات 4 نظارات حتى 10 نظارات بصفة عشوائية يعني ما عندهاش خلفية في اختيار النظارة المناسبة لها في الأخير تبقى متردى ما تشريش وهنا تكون ضيعة وقتها الناس الأخرين اللي ممكن ثاني يروحوا بصفة تلقائية يقيسوا حتى العشر نظارات في المحل ولما يحشموا أنه قاسوا كل المحل يستروا يشيروا أي نظارة وخلاص وهنايا لما يرجعوا للدار يعرفوا أنه هذيك النظارة ما كانش مناسبة لهم هنا وشي يكونوا يكونوا ضيعوا مالهم وضيعوا وقتهم حتى انتية اللي تسمعي فيها ذوكا ما تكونيش واحدة من هذو زوج لازم عليك تدي معلومات كيفاش تقدري تختار النظارة المناسبة لك هذا الشي اللي تعرفوه لما تكملوا الفيديو والسؤال اللي يطرح نفسه ذوكا على أي أساس تختاروا النظارة المناسبة لكم الجواب لازم عليكم تراعوا عاملين مهمين اثنين العامل الأول هو الشكل للوجه أما العامل الثاني هو حجم النظارة ومدى ملأمتوا لحجم الوجه لو تسمحوا لي نترح عليكم السؤال واش هو نوع وجهك؟ الجواب يقدر يكون سهل بالنسبة لبعض يقدروا يحدوا بسهولة شكل وجههم والبعض الآخر يجيهم الصعب أنه يحدوا شكل وجه حتى نسهل عليكم المهمة رح نعطيكم طريقة سهلة وبسيطة باش تحدوا شكل وجهكم وهذا العملية سهلة وبسيطة ترفحي كامل شعرك وتلميه للورا تقابلي مرايا بصفة أفقية عينيك متجهين لها مباشرة ما تحبطي راسك زيادة ما تطلعي راسك زيادة بعدها تجيبي مخكور ولا خلينا نقوله أحمر شي فه تعملي تحديد الكامل شكل وجهك يعني تروحي من الجبين تحبطي العدمة الخدين وتروحي الفكين الذقن وديري دائرة سائرة دائرة هنا ترجع خطوة الورا هذا الشكل اللي شفتيه نقولك مبروك عليك هو شكل وجهك لو نعملوا هذا الاختبار مع بعض نجيب مئة وحدة من المتابعات ويعملوا نفس التجربة وش راح نلاحظوا لاحظوا أنه كل وحدة خرج لها الشكل معين وحجم معين هذا الشي اللي برر أنه ممكن نظارة اللي يشتيها عند صاحبتك وعجباتك تقدر تناسبها ومتقدرش ناسبك في الحقيقة كان ست تقسيمات للوجوه لكن شفت أنه كان أنواع متشابهة على هذه راح نحكي على أكثر أربع أنواع شجوعا تبعوا معي كل نوع وشي النظرات المناسبة لي النوع الأول هو الوجه البيضوي هو أكثر الوجوه شجوعا ونقدر نقوله أكثره حتى نحن تعرفه معي علاش لما نقوله الوجه البيضوي يعني شبيه بالبيضة كيف راش نحدوه نحدوه بأنه عظمتين اللي تكون تحت الجبين يعني هذوك اللي يكونوا على الجوانب الأعيون تكون بشكل متوازن مع عظمتين الفكين يكون في بروز في الدقن بروز متوسط ما هوش حاد هنا نقوله على هاد الشكل هو شكل بيضوي النظرات اللي تولم هذو النوع من الوجوه إلى الأوجوه كيما قلنا هو أكثر وجوه حتى لأنه نقدر نقوله عليه تولم كل الأنواع لكن أكثر نوع يكون شائع ويولم بشكل كبير هو نظرات الطيار هذو النوعية بالذات تكون مولمته بدرجة أولى علاش لأنه تكسر هذك الجوانب اللي تكون حادة من الدقن ونقدر نقوله أنها النظرة المثالية ليه كيان أنواع أخرى كيما قلنا أنه يولموه بزاف النظرات اللي تكون مربعة ونظرات اللي نسموهم نظرات الفراشة ولا أعين القطة ثاني يولموه نظرات الويرهوس ويولموه نظرات المدورين بشكل ممتاز النوع الثاني من الوجوه هو الوجه المستدير اللي سهل علينا أن نحدوه لأنه شبيه بالدائرة ولا شبيه بالكرة اللي ميزوا أنه ما فيه ولا جوانب حد لا في عظمتين الأعين ولا حتى في الفكين ولا حتى في الدقن هنا وش لازم نحوصوله على النظارة المناسبة له حاولوا تفكروا هاد القاعدة لازم علينا نكسروا هاد الشكل الدائري كيفاش نكسره؟ أول حاجة لازم نبعدوا على النظارات اللي يزيد تبين هاد الاستدارة ليهما النظارات الدائري هادوا ممنوعين يلبسوهم الزوات ولا أصحاب الوجوه المستديرة وش يقدروني ناسبكم هما النظارات اللي فيهم أشكال حادة يعني فيهم زوايا حادة يعني كيما النظارات اللي تكون مستطيلة كيما النظرات اللي تكونوا مربعة كيما النظرات الكات اي وكيما النظرات اللي اسمهم الوير فرر الشكل الثالث من الأوجه للوجوه هو الشكل لكل مربع أهنا يا كيفاش تقدروا تميزوه يميزوه هو أنه عظمتي جوانب الأعين تكون بشكل متوازي مع عظمتي الفكين أهنا لو نرسموه للشكل يجينا مربع لاش لأنه ما كانش بروز في عظمة الضقن وش هو الأنواع اللي تكون مناسباته هنا نحاولو نكسره هاد الزوايا الحادة وباش نكسرهم نعاود ونعكسوا القاعدة اللي تعلمناها من قبل مع الوجه الدائري نختاروله النظرات الدائرية هي أكثر نوعي نسبه ثاني النظرات اللي تكون كات اي ولا نظرات عين القطة ولا الفرشة النوع الآخر هي نظرات الطيار ثاني تقدر تناسبه ويناسبه النظرات اللي تكون مستطيلة مع تقوص الجوانب أكيد ما يناسبوش النظرات اللي تكون مربعة النوع الرابع من الوجوه هو وجه القلب تصوروا معايا هاد الشكل كيفاش يكون خاصة الناس يكون عندهم منبت الشعر هنا في الوسط أعلى الجبين يكون هابط في شكل زاوية القلب وبعد يكون أعرض منطقة عندهم هي الجبين بعد تولي تضياق وتتقوص من جهة الفكين يعني الفكين ما يكونش عندهم شكل حد وين يكون أكثر منطقة حدة هي منطقة الدقن هذا هو الوجه ليكون في شكل قلب هذا النوع من الوجه وشيقدروا يناسبوهم النظرات أول حاجة يناسبوها النظرات لتكون مستديرة ويناسبوها النظرات لتكون في شكل أعين القطة يناسبوه ثاني نظرات الطيار والنظرات اللي يكونوا اسمهم الويفير وإحنا بعد اللي عرفنا أنواع الوجوه وعرفنا النظرات المناسبة لكل نوع هل هاتيش كافي باش نحده النظر المناسبة لنا؟ لا لا هاتيش ماهوش كافي أهنا لازم تعرفوا المعيار التاني اللي يكون مهم اللي هو أنه تكون حجم النظرات مناسبة ولا متناسقة معها حجم وجهك وهنا الخطأ ليوقع فيه الناس كامل للأسف ما عنديش طريقة دقيقة باش نعخذوا فيها المقسات الوجه ولا عند المحلات الكبيرة لتبيع مركات مشهورة عندها جهاز خاص ليقيس لك طول الوجه انتاعك ويقيس عرض الوجه من جيت جوانب الأعيون وهنا يا رح يعطيك هذاك المقاس بالسنتيمتر وهنا تقدر يتحدي أكثر نظارة تقدر مناسبة لك ممكن تقدر يتحدي هذا الشي بالتجربة يعني تروح انت عند شخص يقدر يساعدك لمعروفين موجودين عند محلات يتبيع مركات مشهورة ولا تاخذي معاك صديق وتشوفي في المرايا كاين بالعادة المركات المعروفة تنزل لكل نوع نظارة مقاسات ثلاثة يعني مقاسات ممكن سمول ممكن ميديوم وتكون حتى المقاس الكبير يعني اللي يكون عرض الزجاجة التاعهم هو اللي يحدد النظارة المناسبة لك مثلا زجاجة 55 ميليمتر ممكن 58 ميليمتر ولا 62 ميليمتر ويش غريكم لبنات نحاولوا نعملوا اختبار معلوماتنا مع بعض رح نشوفوا النظارات هادو اللي رح نعطيها لكم هي موديلات لي اكتر شيوعا لي مش رح تروح الموضة تاعهم وهنا حتى تقدروا تستثمروا في نظارات تكون غالية الثمن النوع هذا المستدير وش كنا قلنا عليه هو اكثر نوع ممكن دارج على الموضة الفترة الاخيرة ما يناسبش كامل النوع اللي يكون وجه دائري وش يناسب؟ يناسب الوجه اللي يكون في شكل قلب والوجه اللي يكون بيضوي والوجه المربع نظارات الوجه المستدير عارفة انه حابين جربوا النظارات المستديرة ممكن ما تونكمش النوع الاول هاد النوع هذا بالذات اللي يتشوفوا انه فيه استداره فيه شكل حاد في الجانبين هذا ننصح به خاصة الوجه اللي يكون حجمه صغير رح نيناسبه بشكل كبير لانه مقصهم دي ما يكون ميديوم الى سمول اعين القطة ولا الكات اي ولا نظارات الفراشة هادو اللي ما تروحش الموضة تاعهم زادوا ورجعوا بشكل قوي الفترة الاخيرة ممكن بالمقاص اللي يكون بيك سايز ولا المقاص اللي تشوفي طولهم يفوت طول الحواجب هاد النوع بالذات وش يقدر يوالم يوالم الوجه اللي يكون في شكل قلب يوالم الوجه المستدير ويوالم الوجه اللي يكون مربع نظارات الطيار هي من النظارات الكلاسيكية اللي عمرها ولا تروح الموضة تاعها مهما كان ممكن بدلوا شوية في الالوان ولا حتى في الاحجام حبيت نقولكم انه هاد النوع بالذات وش يقدر يوالم فكروا معايا وش قلنا من قبل يقدروا يوالموا الوجه اللي يكون مربع الوجه اللي يكون في شكل قلب والوجه اللي يكون بيضوي ومن المعلومات اللي ذكرتها سابقا خموا معايا قبل ما نعطيكم الجواب هذا النوع من النظرات اللي كما رايب لكم انه مربعين هذا وشي والمو خموا معايا هذا النوع بالذات يقدر يوالم الوجه المستدير والوجه البيضوي علاش قلنا حتى يعطيه ممكن شكل حاد من الجوانب كامل انواع النظرات اللي كنت ذكرتهم سابقا كنت قلت لكم انه هي انواع تبقى معاكم فترة طويلة انه ما تروحش الموضة تعها بالاساس وحتى اذا استثمرتوا مالكم في نوع يكون غالي وتكون ماركة معروفة مش يعجب انك تشري نظرات تكون صراعي يعني يجي الموضة تعهم الفترة قصيرة وتروح هنا ممكن تكون يضيعتي مالك مثل هذه النوعين اللي كما ذكرتهم لكم على سبيل المثال نوع يكون في شكل قلب وهذا النوع يكون كات اي بشكل صريح وقاسي هذا النوع وان ناسبش كامل ناس لكن شفنا المشاهير لبسوه وان كان نقدروا نقولوا عليهم كسروا القواعد لكن حبوا يجربوهم وهنايا ما نصحكمش انكم تشريوا انواع تكون غالية لهذا الشكلين ولا الاشكال اللي تكونوا تحسوا انها ما تبقاش معاكم فترة طويلة والله هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو وعكيد مايفوتنيش اني نهنيكم كامل كم متابعات وكجزيريين نهديكم هذا الباقة من الورد الاحمر تعبيرا عن ساعتي شهر جوية كان شهر سعيد علينا كنا جبنا النجمة الثانية وجبنا الكأس الحمد لله وانهني بشكل خاص المتابعات اللي كانوا ربحوا في شاهدة البكالوريا وجوهنايا في اليوتيوب بشروني منهم ايوش نقول لك الف مبروك لعقوبة ان شاء الله الافرح اخرين والابنات اللي ما كانش يستعفهم الحظ مش نقدر نقولكم انه لا خيرة الا فيما اختاره الله لكم هذا مجرد اختبار والانسان ممكن اذا افشل يقدر يكون احسن العام الجاي يعطي اداء اكثر ويكون عنده خبرة اكثر وتأكدوا انه ممكن جيبوه معدل راح ياهلكم انكم تختاروا وش حبيته وممكن هكذا يكونوا الاختيارات ضيقة اللي يفرحوني في الانستغرام اللي يبعد لكم تهاني مباشرة بني لبنات اذا كنتوا ما كنتوا تتابعيني على الانستغرام هاوليك الكونت التاعي يهمني انه ضيفوني حكذا تكبر عائلتنا اكثر اذا كنتوا استفدتوا من هذا الفيديو ممكن انكم تبارتاجيوه في الگروبات الفيسبوك لما مع صحاباتكم ونقول لكم تحلى في روحكم وبسلامة لبنات